السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في قناتكم قناة العلم نور اليوم سنتحدث عن واحدة من أكثر الحيوانات الأليفة شعبية في العالم القطط سواء كنت تمتلك قطة بالفعل مثلي أو تفكر في اقتناء واحدة هناك الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام التي يجب أن تعرفها عن هذه المخلوقات الجميلة الرائعة اللطيفة الأليفة التاريخ والتدجين ومعنى كلمة تدجين هي عملية يصبح من خلالها أفراد نوع معين من الحيوانات أو النباتات معتادة على سيطرة الإنسان عبر تغيير على المستوى الجيني إبراز الصفات المفيدة والتي يحتاجها البشر هل تعلم أن القطط بدأت تعيش مع البشر منذ حوالي 9000 سنة؟ يعتقد أن أول تدجين للقطط حدث في مصر القديمة حيث كانت تعبد ولا إله إلا الله ويعتبر رمزا للحظ والسعادة في معتقدات الفراعنة هناك أكثر من سبعين سلالة مختلفة من القطط حول العالم لكل منها خصائصها وشخصيتها الفريدة من القطط السيامي الاجتماعي إلى القطط الفارسي الهادئ يمكن العثور على قطط تناسب أي نوع من أصحاب الحيوانات الأليفة مثل القطط تمتلك القطط حواس مذهلة فبصرها في الليل أفضل من البشر بست مرات ولديها سمع حاد جدا يمكنها من سماع أصوات عالية التردد لا يمكن للبشر سماعها تعبر القطط عن مشاعرها من خلال لغة جسدها إذا كانت قططة تحرك زيلها بسرعة فقد تكون مستأة أو متحمسة بينما عندما ترفع ذلها وتلف حول ساقيها فهذا عادة يعبر عن علامة من الثقة القطط المعروفة بنظافتها فيتقضي حوالي 30 إلى 50% من وقت استيقاظها في تنظيف نفسها اللعاب الذي تستخدمه القطط أثناء التنظيف يحتوي على إنزيمات تساعد في تطهير الجلد من التفايليات والبكتيريا سبحان الله القطط يمكنها القفز الأكثر من خمس أضعاف طول جسمها بفضل عضلات أرجلها الخلفية القوية مما يجعلها صيادة ماهرة جدا لتستطيع أن تصطاد الفئران وغيرها تصدر القطط صوتا مميزا يعرف بالخرخرة عندما تكون مرتاحة وسعيدة ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن القطط أيضا قد تخرخر عندما تشعر بالألم كنوع من الراحة الذاتية تمتلك القطط حسة شم قوية جدا تفوق حسة الشم عند البشر بحوالي 14 مرة هذا يساعدها في التعرف على الروائح المختلفة سواء كانت أطعمة أو روائح البشر أو غيرها والتواصل مع قطط أخرى من خلال الفيرومونات القطط تعرف بأنها حيونات مستقلة على الرغم من أنها تستمتع باللعب والتفاعل مع البشر إلا أنها أيضا تحتاج إلى وقت خاص بها للإسترخاء والراحة تعيش القطط المنزلية عادة ما بين 12 إلى 15 سنة ولكن هناك حالات كثيرة لقطط عاشت حتى العشرينات من عمرها بفضل الرعاية الجيدة والنظام الغذاء الصحي في البيت الذي تعيش فيه هذه كانت بعض المعلومات المثيرة عن القطط إذا كنت من عشاق القطط فأخبرنا في التعليقات عن أكثر صفة تحبها في قطتك وإن كنت أساسا تمتلك قط أو لا وما هو نوعه ولا تنسى الاشتراك في قناتنا لمزيد من الفيديوهات الممتعة والمفيدة عن الحيوانات الأليفة وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة